موسيقى يوم بعد آخر تتجلى أمامنا تفاصيل وأحداث جديدة للمشروع التدميري لميليشيا الإنقلاب في أحياء ومناطق ومؤسسات مدينة تعز مشروع ترك له بصمة تدل على جرم أهدافه وهمجية ترجمتها فما من بيت ولا حي ولا شارع إلا وتركت فيها وجع إما لديار نهبت وسلبت وفجرت وشرد أهلها أو لعزيز خطفت منه روح الحياة ترجمة نانسي قنقر تمثل سائلة القمط الممتدة من السفح الشمالي لجبل صبر مرورا بمنطقة السد غرب منطقة ثعبات وحتى شارع 26 ستمبر وسط المدينة همزة الوصل بين العديد من الأحياء الاستراتيجية والهامة في تلك المنطقة فعلى ضفتها الشرقية من الأعلى تحاديها منطقة ثعبات وحي المنزل وحارة قريش وحي الجحملية وصولا إلى حي العرضي والنقطة الرابعة أما من الناحية الغربية فهي تبدأ من منطقة الدمغة جنوبا مرورا بحي المجلية وصولا إلى حي الجمهوري من الناحية الشمالية والغربية وتعد بمثابة الحد الفاصل بين مديريتي القاهرة غربا وصالة شرقا من عند البنك اليمني تعرفوا البنك اللي إلى تحت شارع 27 لا السد للدمغة هذه سائلة القمط كان سائلة وساخت والبلالة وجاء صلحوها وعانهم الله عليها دخلت منطقة سائلة القمط المقتضة بالسكان مربع الاهتمام لدى ميليشيا الانقلاب منذ لحظات الاجتياح الأول لا سيما الضفة الشرقية منها المعروفة بحي قريش وحي الجحملية وحي العرضي حيث أكبر تجمع لحاضنتها الشعبية على مستوى المدينة والتي انجرفت مع ذلك الاجتياح واستقبلت الجحافل العسكرية القادمة من مران فتحت لهم الأبواب وسهلت أمامهم كل سبل التأمين والتحرك والاستقطاب بكل حرية اتسعت هذه الدائرة أكبر حين تهاوت قيادات النخب السياسية والعسكرية والأمنية المنتمية للدولة العميقة والمكلفة في إدارة المحافظة تحت مظلة ذلك الاجتياح الذي أهلك لاحقا الحرث والنسل كانوا ساكنهم في المنطقة وعلى رأسهم أكرم عبدالغانين هو الذي كان يقود المسيرة هنا للحرثة ما دخلوش من فن دخلهم كانوا ساكنهم هنا من دخلهم؟ هل تعتقد أنت أن يقدر يدخل مدينة تعز إلا بمساعدة من الداخل والذي من الداخل كانوا أصحاب مصالح مع المؤتمر مع هذا يعني يحسبوهم أن الحوثيين شسلموهم وهم بدأوا بهم كانوا كلهم حرث جمهوري ما باش حوذا لكن تدربوهم دا العلموهم كيف يعملوا كيف يسبروا كيف يسرقهم أقول بصراحة خذلوها المؤتمرين هم الذين سلموا المدينة وهم الذين كانوا على المسموضة هم الذين سلموا المدينة والمؤتمر هم الذين سلموا المدينة والحوثيين وإلا لا يعقل من الحوثيين شد كل الوقت ثلاثة أربعة تقوم محتى المدينة أصبحت الضفة الشرقية لمنطقة سائلة القمط بمثابة العاصمة السياسية لإدارة اجتياح ميليشيا الذي هو الآخر لم يقف عند أخذ التموضع وترتيب التواجد بل سارت الأحداث العسكرية وإكمال عملية الاجتياح للأحياء معه بشكل متوازي لا سيما أحياء الضفة الغربية عند حي الجمهوري والمجلية ومنطقة الدمغة باعتبارها مناطق السياج الأول لحماية قاعدة تواجدها شرقا من جهة ومن جهة أخرى التمهيد لبسط سيطرتها على قلب المدينة كان السكان البسطاء الذين لا ناقة لهم بهذه الأحداث ولا جمل هم أول الضحايا لا سيما بعد اتباع ميليشيا صالح والحوثي قاعدة من ليس معنا فهو ضدنا اللي كان معهم مش معهم حتى بالكلمة معهم بالكلمة كانوا يعملون الحل واللي ما يداخش احنا كنا من اللي هم رافضين لاذهم رأضهم رافضين الحرب كنا كانوا يعملونه كأننا نحنا يهود المتحوثين الرجل كانوا يهددوا الرجل هذا ساعة باستلاح ساعة يعملوا للأهل لهنا وقا كان شيبة يرحم الله قا كان ساعد مصناق أعمي أدمي وقا كانوا يرددوا من الباب ومن هنا ومن هنا قال ماناش قاهل ترديني أقول لا يا رجل لا تخرجشهم بشيء رموك قال أنا ماناش قاهل حرام طلق ما أتوقع به تنفسه وسافر بعد السفر مرض على طوب قاعتب الكباد وقاعتب هذا وتوفر ما أجلسش اعتبر كأنه عايشين فيلم رعين نهاية الخارقة رعب القلسة رعب حتى التعايش بالذات بيننا كان محد يمنى الثاند بالذات أول ما طنعنا بداية 2015 كان ما فيش أمان تشوك باذا وتشوك باذا وتشوك باذا ما كانش يمنوا حتى مواطنين وعشنا عايش خوف وفقايع وهدايم وكله ونحن نحن مع أحداً نحن لا مع الله تعالى لا دخلنا لا نحن ولا عيالات شاقون لك أن نحن دخلنا ولا قاتلنا أحد ولا حربنا أحد نحن ببيوتنا نحن نحن في المقابل كان الحراك الشعبي المندد بالانقلاب على الشرعية أولاً والاجتياح المسلح للمدينة ثانياً يزداد يوماً بعد آخر وكان نتاجه تشكيل مقاومة شعبية على التخوم الغربية للمنطقة التي كانت مؤخراً نواتاً للجيش الوطني حينها دقنا قوس الخطر في عنق الميليشيا فذهبت لتحشيد كل طاقتها العسكرية على طول امتداد الضفة الشرقية وباشرت بعملية قصف جنوني على الأحياء والمناطق المأهولة بالسكان وصلت حتى عمق المدينة السائلة مثل حجر أسرى أنهم يتقدمون إلى جهات المقلية والمناطق هذه أنه كان هناك من الرجال المقاومة كانوا موجودين في الخطة الأمامية نعتبره هنا الخطة الأمامية هم الذين منعوهم أو صدوهم أنهم يطلعوا المقلية والمناطق هذه كان خط الدفاع الأول أعتبر المنطقة هذه خطة الدفاع الأول من عند البنك اليمني إلى آرس السائلة هذا كله حوذة عند المواصلات عند النقطة الرابعة عند إدارة الأمن كل الجحملية المستشفى العسكرين كل هذا حوذة لا ثعبات موسيقى في منتصف عام 2015 أصبحت منطقة سائلة القمط خط المواجهة الحقيقية الأول فالمقاومة على ضفتها الغربية وميليشيا الإنقلاب بكل ترسانتها العسكرية في الضفة الشرقية كان السكان الأبرياء الذين أجبرتهم الظروف على البقاء هم الضحايا الأكثر تضررا من القذائف المتبادلة ورصاص قناصي الميليشيا الذين لم يراعوا فيهم إلا ولا ذمة هذه الأيام زبلة والله نحن كنا ندقى اللقاء من أكلها ما نقدر نخرجها من هناك يستلمون المقاومة من هنا يستلمون الحوثة كانوا منعظة كالشيق ومنعظة كالشيق كل واحد يضرب على الثاني ودمروا البيوت ودمروا العالم ودمروا كل شيء بنصرع وإحنا في الوسط قدت حقنا بالوسط يعني القذائف والرصاص وكله لفوقنا قدت بكله لفوق البيت تشقشق بيوتنا تدمروا ودحنا البيت تفلت لفوقنا اللي حقرب تناطل والله والمكان داخل قال البيت قاهي كلهم شقشقاش تفلت فوقنا ما بيدناش حيلة ولا معانا حاجة قادني همي ليل بينها أما طريقه وقالتنا التراب والله من ما معاك نحجن طاعة السقوفة تخننت السقوفة تفلعت مع القذائف ومع الرصاص وإحنا كنا بالوسط اللي يهرب هرب واللي جلس جلس اللي جلس ضرب واللي يهرب نجيب نفسه مضيئ لقائنا قرب من خمسة وأرباحة وزرعة فكانوا متجمعين أطفال من ساب الحارة فجاءة الأولة نزلنا نشوف إن الطرحات الأولة فتقمعنا كلنا فتقي الثانية فراحوا تقريبا سبعة ثمانية ما نقيتوا لنا بينهم طبعا إحنا قالسين في بقعة الآن واحد من الضحايا الله رحمه ما عاصم فرق فكان أبوي يقمع القثاف وأنا حصلت الشي وأنا أول ما تعورت بينهم فيقول باقي هذا قمع 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 حقه ورأسه وصلح وقوه لما أدري أنه ابنه ما أشدار أنه ابنه عقاة ثالثة والله ما هتزت له شعره قرحه قلعني صيح ما قد أمه وحسمه ما قد كان سوق أمتور صغير ما يتقارب عمره 14-16 سنة راحت الرقابة حقه قم أمه أمه خرجت صعر مجنونة ما احترموا في لا صغير ولا كبير ولا شائب ولا شاب ولا حد يعني أتت على يعني زي ما يقولون الحرب أتت على كل شيء خمسة وعشرون شخصاً بينهم نساء وأطفال خطفتهم رصاصات ميليشيا صالح والحوثي بلا رحمة وثلاثة أضعافهم مصابون وجرحاً بحسب روايات أهالي المنطقة قد أم أحد كان يخرج لقنصه قتلوا من هذه السائلة جذائق خمسة وعشرين نبار الذي قتلوا من غير الذي مكاوين وجرحاً تبني اقتناص الأول كان سارح يدل عجوزة كذا صابح وثلاغة شاهي كان يقولوا هذا يدل المقاونة وقالوا بدفخ كان معينونه عمره سنتي لا تحترس حقه الطلقة حق المعدل ما بينه وبين رأس الله بننزي واحد يشق الجدار واحد يبرجين رقدتوا سنة بمستحبة الثورة واحد صلى الفقر وطلع السقف هنا بالاسم هذا بالمقلية طلع السقف يتفاقد المال لأنه كان اشتفاقات خزان الماء وكان مؤذن المسجد حق المقلية حق بتهاي السعيد قنصوا نوه فوق الخزان واحد ثاني قال انا اقتنص وهو يصير يدله بر واقتنص عند مدرسة اكتوبر والمرأة اقتنصها قام بالباب وقال ستالي اربعة شهور وماتت على هذا قبناء يقنص لك طفل يقنص مرأة يقنص شائب يعني ما يبحث عن المسلح اللي يقاتله هم لأنهم قبناء يشوف الطفل ولا مرأة ولا شائب وقنصوه واعتبره انجاز سياسة انتقامية واسعة اتبعتها ميليشيا الانقلاب في هذه المنطقة وهي الاكثر ضررا على مستوى المدينة تمثلت باعداد قائمة طويلة لمنازل الخصوم باشرت بعملية تفخيخها بالعبوات الناسفة والمتفجرة وتدميرها بشكل كلي بكل ما فيها بحجج واهية منها افساح المجال لرؤية الخطوط الامامية للطرف الاخر او باعتبارها تابعة لاشخاص واسر لم تدن لهم بالولاء فكان الانتقام منهم بشكل عبثي كانت الموجهات في البيوت وليش دمروا هذي البيت لان كانت تغطي عليهم المنطقة هذي ولكن ولا في لها داعي بيتعمي طالع نصفوني نصف لا طيقان لا باب بيتعمي ثاني كذلك بيتنا الاساس الاب القد حرقوني مقدش فعلوني حرقوني حريق ما بوش حكم لهم ولا يشتلحوا في الحكم هذو هذو سادة هذو يعتبروا هور هاثة ولا يتالفقيه ما بوش ولا اشتصلوا هالبلاد أبداً ولا اليمن وفيها إيران والخليجيين ما همش مجدين بإخراجه ما همش مجدين ما همش مجدين أبداً لا في الحديدة ولا في أي بقع من بتاع الأرض زادت حدة الانتقام للميليشيا على التجمعات السكانية المتناثرة على طول امتداد سائلة القمط بشكل أكبر عندما زاد الضغط عليها من الاتجاه الآخر ونفذت إلى جانب عملية التفخيخ والتدمير لبعض المنازل عملية إحراق ونهب للبعض الآخر ولم تغادر المكان إلا بعدما طبقت ما يعرف بالمفهوم الحربي سياسة الأرض المحروقة أحداث جرائم وانتهاكات يصفها الكثيرون ممن عايشوا تفاصيلها أن مرتكبيها لا يمتلكون أدنى حد من الأخلاق والإنسانية عندما بدأوا ينسحبوا وبدأوا كانوا ينسحبوا من المنطقة وضربوا المنطقة التي كانوا فيها الأولى هي والناس والكل وهذا العيب الذي كان فيه بهم ما يساحبوا صاحب ولا يجاوروا جاري لبيتي أنا حرقت واستمر الحريق من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة أربع ونص الآن كان فيها أثاث كثير بولغونا من الجيران من السائلة وطلعنا أين نطلع ديوني رصاص وقنص وصورنا من بعيد ما دخلنا من السمه هذا إلا عندما تحررت القحملية دخلنا لقينا البيت مجمر وحارق استرقوا بعض الأثاث اللي كان من السمه هذا اللي كان صالح يعني من السمه هذا بعضه قديد من ظنه أدوات يعني مطابق زي غاز فلو كانت مثلاً حرقات وما سرقات كان ممكن الغاز يعني ينفقير ويدمر الكون لكن بدأوا سرقوا دباب الغاز سرقوا حاجات كثيرة يعني من العفش ومن السمه هذا في أشياء كان عادة جديدة وأنا كنت أجمع لحوالي أربعة واربعين سنة إلى تاريخ الحرب العواض على الله من؟ وإحنا لبيتنا قضية خربات ودمرات وإحنا قارسين بنا أعلم الله يحن تهتد فوقنا ما نقدرش لعن نصليح ولعن نسبل ما عبولا بني بصرة تتناكع 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 طلو سراع عقا حيفة تربل البوالد وللأ التناكع وهم كيفشي قعبنا بعتفلت فوقنا ما بوش بلد دخلت إيران إلا وخربته وشمتها بحالي هذا إيران دمرت الجوامع بينه وبين السنة ما بين السماء والأرض أمد ما تتمكنوا واحدة ترجع تقتلنا من شك أربعة أعوام منذ تحرير المناطق المحاذية لمنطقة سائلة القمط ولا زالت الحياة شبه متوقفة ركام الحرب يملأ كل زوايا المكان وملاك المنازل لا زالوا بعيدين عن منازلهم الذين لم يكن في مخيلتهم مغادرتها طوال تلك المدة هذا ما رواه لنا الحاج أحمد أحد سكان المنطقة الذي وجدناه يندب حظه العاثر وشق عمره بين جدران متفحمة وزوايا مدمرة واصفا ما جرى ويجري بحرب عبثية لعبت فيها ميليشيا صالح والحوثي الدور الأكبر فيما جاء التحالف العربي في إكمال المهمة ليس على صعيد المدينة فحسب بل في كل أرجاء الوطن النتيجة على الناس دمرت بيوتهم سرق ما سرق من أثاثهم أن انتهى كل شيء الآن خرابة مثل ما تشوف يعني كنتم بتروح عدو أماكن يعني حاجات يعني يندلها الجبين وفرح نقوم للتحالف وأقى ما في الشهرين ثلاثة نرجع وأنه التحالف أقع على رؤوسنا الآن يعني لو كنا ندري من قبل مثلاً أن العملية بهذا الشكل كنا أخذنا أثاثنا وخرجنا ونحن نفوضي الأمرين إلى الله إلى الآن وهم يعدوا أنه بيعيدوا بعادة الإعمار بعادة الإستعمار ما الإعمار ما آجه هذا الاستعمار هذا هو الأولى الذي جمروا البلاد ولا يشتونهوا حاوثة يشتونه كل أحد يقتل الثاني حتى ننتين كنا نقول مسئلة مسئلة ثلاثة أربعة أشهر أنا شب أنا عسكري وكنت أقول لا يزيدوا عن ثلاثة أربعة أشهر ضرب طيران وأسلحة وذخائر وإمكانيات لكن تضح أن الجماعة أجاؤوا لأهداف أخرى يعملوا بن عياري ما لنقيمة لا بالداخل ولا بالخارج ولا عندهم ولا يحسبونا عوادن يحسبونا إلا غنم ما سردناه هنا على عجالة في هذه المنطقة ربما أوجز مشاهد الدمار والخراب لكن قصص الإنسان وحكايات الوجع لا زالت حبيسة القلوب ورهينة الصدور كون الأهالي لا زالوا خارج الحياة المعتادة والمتواجدون هنا يمتنعون عن الظهور لأن أغلب من يديرون المعركة في الطرف الآخر يعرفونهم جيداً ويخشونهم إذا ما مروا من خلالهم هكذا بلاد رفض 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 اشتركوا في القناة